السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا كويسين وبخير يسعد الله وقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله بازن الله النهاردة معنا توقعات برج الجدي الفترة القادمة اخر شهرين من سنة 2021 توقعات الفترة اللي جاية بازن الله تكون خير ورزق وتفاقل لحياتك القادمة يا برج الجدي عايزك تصلي على الحبيب عليها افضل الصلاة والسلام وتكتر في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر وتنزل في الكومنتات تحت وتثبت وجودك بالصلاة على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام وتقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وتكتبهم في الكومنتات يا برج الجدي بنيت القداء حكتك وان شاء الله باذن الله ربنا يقدر حكتك ويسعدك الايام اللي جاية بس توقعاتك باين عليها في منتهى الجمال يا برج الجدي بس عندك حيرة وعندك دوامة وطاقة توتر عندك بعض العراقيل في حياتك يا برج الجدي الفترة دي بسبب ضغط نفسي انت فيه وبسبب اشخاص مخليينك كارح حياتك انت مبتحبش الانتظار مبتكارح الانتظار جدا بس عندك برضو عراقيل عندك شوية امور هيتفتحوا قدامك الفترة اللي جاية وعايز اقولك كمان فيه رسالة ليك هتفجأك بتحقيق حلمك وبتحقيق ذاتك بص يا برج الجدي بص البومة كذا بومة ده مش واحدة اتنينة يمكن اربعة خمسة بيرقبوك من بعيد يا برج الجدي ومستيبينك في حالهم يعني مستيبينك في حالك انت اصلا هم شكلهم شكل البومات وزي البومة اعوذوا بالله منهم ناس حقودة ناس غيرة منك بيتغير منك في كل حاجة حزدينك على كل حاجة يا برج الجدي دايما مستخصرين النعمة فيك يعني انت البومة دي واحدة اتنين تلاتة كذا واحدة في حياتك انت بدأت تحب الوحدة بدأت تكون لوحدك في غرفتك في قضة نومة ما بتحب ما بقتش حابب تتكلم مع حد ولا حد يتكلم معك ولا اي حد يفتح لك اي حاجة تخصك بص يا برج الجدي الايام هتدور وهتلاقي اللي قسرك مكسور واللي باعك ربنا هينتقم لك منه واللي خانك وظلمك ربنا هيجيب لك حقك باذن الله عايز اقول لك او عايز اطمنك وريح قلبك ان انت لازم تبشر علشان انت على وشق تحقيق حلمك على وشق ان انت تحقق كل اللي انت عايزه اللي جواك محدش يعرفه غيرك انت انت جواك حب كبير وجواك حب كتير وجواك حاجات كتيرة جدا حلوة بس ما بقيتش تظهر اللي جواك علشان خاطر مش ناقص صدمات ولا ناقص ضرب من كتر اللي انت فيه انت بتكره الكذب وبتكره النفاق ما بتحبش حد يلعب بيك ولا يلعب بمشاعرك انت يا برج الجدي لو حد قال لك خد بالك من فلان انت مش مرتح له هتلاقي نفسك الدنيا اتغيرت انت بتعرف الشخص اللي قدامك وبس بتقع في مشاكل كتيرة جدا يا برج الجدي الايام دي انت ناوي على حاجات تعملها في حياتك ناوي تشتري عربية تشتري فلوس تشتري تلفوك تشتري ارض جديدة بيت جديد ناوي تحوش مبلغ جامد علشان تعمل بالحاجة اللي انت عايزها عايز اقول لك كمان يا برج الجدي ان فيه ناس بترقبك فيه ناس مستنية سقوطك فيه ناس اعدالك ومترقبالك كده اعدالك زي العزرائيل احلامك دايما كوابيس دايما ارهاق دايما تعب دايما حاسس بتحلم بالتعبين والكلاب دايما حاسس ان انت احلامك خايف منها جدا علشان عارف ومتأكد ان احلامك كلها بتتحقق فانت خايف من بكرة خايف من المستقبل خايف من الببان اللي مقفولة في وشك الابواب اللي تقفلت في وشك دي دي مجرد كانت وقت معيم والاشخاص اللي ربنا ابعدهم عنك ده حاجة مكتوبالك واحسن حاجة انهم بعيدوا عنك انت دايما بتعرف حقيقة الاشخاص اللي قدامك بمجرد ان انت تتكلم معهم الايام دي انت يا برج الجدي بتحاول تلخص نفسك وبتحاول تبعد عن اي حد ممكن بس يعرفك لمصلحة انت يا برج الجدي بتقف مع كل الناس بتساعد القريب قبل الغريب بتساعد كل الناس بتحب كل الناس ودايما اختياراتك بتكون غلط في بعض الاشخاص اللي بيدخلوا حياتك الايام اللي جاي يا برج الجدي هيكون عندك تقدم باذن الله وعندك امور مليئة بالسعادة بس عايز اقولك ان انت حاول ما تحكيش اي حاجة عن خصصياتك لان الحسد موجود في حياتك وموجود في دنيتك بالكامل الحسد مش سايبك في حالك يا برج الجدي ودي اكتر حاجة تعباك وبتعاني من كده ودايما حصل نفسك يا برج الجدي اول باول في فرحة مستنياك بقالها فترة كبيرة الايام اللي جاية تتحقق باذن الله بفضل ربنا سبحان الله وتعالى حياتك دايما المليئة بالسعادة والهنى والرزق والتفاعل خلي عندك فترة امل في بكرة علشان طول ما انت في امل فحياتك هيبقى فيه تقدم وهيبقى فيه سعادة باذن الله فيه كمان هنا دعاء ليك مستجاب حد بيدعي لك يا برج الجدي حد باله مشغول بيك وبيدعي لك دايما فيه شخص بيحبك وقريب منك بعد عنك بس انت يعني هو بعد عنك بس انت كنت بتحبه جدا ومش عارف تنساه ولا عارف ان انت تتعود على حياتك من بعد عايز اقولك ان ربنا هيبعد عنك ولاد الحرام اللي حطينك في دماغهم ومركزين في حياتك وحزدينك في كل حاجة تخص حياتك بس انت اقول اميم انت ما عندكش حرباية واحدة ولا اتنين ولا تلاتة داي ممكن اربعة يمكن خمسة يمكن ستة عبين ستة حربيات ستة بومات خد بالك وخلي بالك بس واتفرج على اللي هيحصل بعد كده حياتك هتتحسن باذن الله وهيبقى عندك تقدم الايام اللي جاية انت بتكره الانتظار بتكره الكذب بتكره الفشل بتكره الاهمال بتكره النفاق وعدم التأدير وطول ما انت الحاجات دي مش لقيها في حد فبتريح دماغ خالص وبتلخص حياتك في حياة غريبة وبتحاول تبعد عن اي حاجة ممكن تأزيك فيه شخص غريب عنك دايما الشخص الغريب ده هيهتم الامرك الايام اللي جاية وهيتواصل معاك بطريقة حلوة عندك كمان واحدة ست شكلها حلو ملامحها حلوة بتحب تشوفها لكن قلبها فيه حكت وفيه غئل ودايما بتحاول تأزيك باي طريقة ربنا يبعدها عنك باذن الله من فترة انت كان فيه موضوع محيرك وشاغت بالك ومدايقك هيبقى فيه تيسير حلوة جدا وهيبقى فيه بدايات حلوة وكمان فيه امور مالئة بالسعادة والرزق في حياتك الايام اللي جاية خلي دايما قلبك متطمن ان ربنا هيريحك مع انك في حالك بس على طول الكل مركز معاك وحزينك على بختك وعلى حظك رغم ان حظك والله ما حد عالم به اقوى الايام اللي جاية يا برج الجدي هيكون عندك بعض التنازلات بس انت بدأت توقف حياتك وتقول خلاص انا مش هتنازل لحد تاني انا مستحيل اتكلم مع حد تاني انا هبدأ احط النقط على الحروف هبدأ اشتغل على نفسي هبدأ اعافر وجاهد واوصل لحلمي بالطريقة الصح بالطريقة اللي انا عايزها مش اللي انتو عايزنها الناس كل الناس اللي خرجت من حياتك ده كان احسن حاجة احسن خروج بليك بالنسبة لك انت الايام اللي جاية هتقف على ارض صلبة ولو حسيت باهانة في اي مكان حسيت باي حاجة هتطلع من اللي انت فيه انت وحاليا بتمر بحالة غريبة بتمر بصدمة بتمر باكتئاب بتمر بحاجات كديرة جدا فيه حياتك الايام دي حس ان حياتك فيها كسر رهيب مفيش اكتمال في اي مواضية عايز اقول لك يا برج الجدي بسم الله ماشاء الله بسم الله ماشاء الله عندك قلبي مفتوح ده بيدل على الخير والرزق اخر 3 اسابيع من الشهر هيكون عندك تقدم وهيكون عندك خير عندك تقدم وعنده خير وهيكون عندك تواصل مع ناس كتيرة جدا هيكون عندك امور هتم في حياتك باذن الله انت اليومين دول حد هيدعمك وحد هيساعدك وحد هيخليك تطلع من اللي انت فيه علشان خاطر فيه انطلاقات كتير فيه احداث كتير هتحصل فيه حاجات حلوة جدا باذن الله هتتحسن في حياتك عايز اقول لك يا برج الجدي ان انت دايما فيه مجال شغلك دايما فيه حياتك دايما كده فيه حد بيحاول يأزيك بكل الطرق فيه حد بيحاول يأزيك بكل الطرق انت اليومين دول بدأت ان انت تقول خلاص استوب انت حسدتوني وظلمتوني حان وقت بقى ان انا اتكلم حان وقت ان انا اشوف حياتي الايام اللي جاء هيكون فيه تقدم عندك في حياتك هيكون فيه تحسن بشكل جميل جدا باذن الله اللي دمرك يا برج الجدي هي طيبة قلبك هي حظك القليل في بعض الاشخاص البشر اللي هم في حياتك بص يا برج الجدي ركز كويس جدا الحاجة اللي انت عايزها قدامك الحاجة اللي انت عايزها قدامك حاول تشتغل عليها حاول تحققها حاول تبني مستقبلك بنفسك انت دايما بتتقي ربنا في الاشخاص اللي في حياتك بتعرف تتعامل معاهم بتعرف تكسبهم بس حظك قليل في حد كبير عنك في السن او حد بعيد عنك هيبقى فيه تحسن باذن الله فيه خير انت دايما روحك بريئة دايما نفسيتك بريئة بس بتتعامل مع اشخاص ما يستهلوش محبتك ولا يستهلو اي حاجة حياتك هتتقلب في قاني تحتاني يا برج الجدي ويكون فيه تحسن بشكل كبير جدا انت ما عندكش حظ مع المقربين في حياتك ما عندكش حظ مع الناس اللي في قلبك بس خلي بالك ان انت هيكون عندك فرصة حلوة فرصة جديدة فرصة مختلفة هتحصل على تغيير وهيبقى عندك مكاسب حلوة انت الايام دي ناوي على خطوبة ناوي على زواج ناوي على حاجات وعلشان كده فيه ضغط نفسي في حياتك يعني بسم الله ما شاء الله بسم الله بجد يا برج الجدي علاقتك هتكون حلوة عندك علاقة مع برج الحمل ممكن يكون فيه رجوع الايام اللي جاية عشان فيه دعم وفيه امور حلوة جدا 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 باذن الله دايما خلي عندك يقيم بالله بينك وما بين برج التور مشكلة وان شاء الله باذن الله هيكون فيه صلح وفيه تغيير قلبك الصافي البريء ربنا هيديك ويكرمك على قد طيبة قلبك على قد ميتك على قد حياتك يا برج الجدي كمية الحزن والهم اللي انت شايل والمسئولية من صغر سنك دي بمجرد وقت يا برج الجدي انت فيه حاجة طالبها من حد وان شاء الله باذن الله ربنا هتلاقيه وفقك فيه حياتك بفضل ربنا سبحان الله تعالى هيكرمك وهيديك من وسع بس انت حاول تستغفر ربنا كتير ويدعي ربنا الفترة اللي فاتت دي كان فيه تأخير في امنيات انت كان نفسك تتحقق شايفة كمان انت كان عندك علاقة مع برج الحوت واكل حقك اكل مالك ظلمك وقصر نفسيتك غدر بيك خانك عمل لك صدمة نفسية بأي تعاني منها عايز اقول لك الشهور اللي جاية دي اللي هم الشهرين الشهر نوفمبر وكمان شهر اتناشر دي هتقفل فيه تحقيات هدف انت كان عندك علاقة مع برج خاين ويعني ظلمك ويأزاك ويه كمان عمل لك طاقة سلبية بطريقة رهيبة الايام اللي جاية هكون عندك راحة بال وعندك قلبي مرتاح بإذن الله وهيبقى كمان هتتوصل يعني انت هتوصل لمنصب حلو في حياتك بإذن الله انت هنا بتحلم ممكن يعني ممكن تكون بتحلم بكلاب بتحلم بكوابيس بتحلم بتعبين بتحلم بشياطين بتحلم بحاجات كتيرة جدا مدايقاك وخنقاك ده كمان الكارين الكارين عندك مستايبك في حالك انت الايام دي بتشتغل على حاجة معينة في حياتك يا برج الجدي علشان توصل وتحققها عندك علامة وبشرة الايام دي علامة وبشرة الايام دي وفيه ارباح جيالك او انت مستني الارباح دي تجيلك عشان تسد الديون اللي عليه بسم الله ما شاء الله والله كل اللي انت عايزه هتحصل عليه طول ما انت متكل على ربنا وعارف ان ربنا هيكرمك بالفعل ربنا هيكرمك هتشوف التغيير بنفسك هتشوف حياتك هتتحسن ازاي انت دايما عندك الحسة السادسة اللي هي بتحس بكل حاجة بتحصل على طول على طول بلاش تقعد قدام الملاياه كتير يا برج الجدي بلاش تتكلم عن نفسك كتير عشان الحسد وعلشان العيون اللي وراك هيبقى عندك هنا خير وزيادة في الدخ برج التور غدر بيك وخد اموالك وقصر نفسيتك عندك حد هنا انت مصدوم منه حد زعلان منه جدا اتصالاتك الايام اللي جاية هيبقى فيها زيادة عشان فيه تواصلات مع ناس كتيرة جدا حواليك فيه ناس هتساعدك خلي بالك بس حافظ على رزقك فلوسك متبخرة فلوسك مهما تيجي كلها بتروح مفيش حاجة قعدة ارجع وقولك تاني اللي دمرك هو طيبة قلبك بس ما تقلقش ربنا هيعوضك بإذن الله وحياتك هتتحسن بإذن الله فضل ربنا فتاة الجدي بقى لاش الهم والغم اللي انت شايلها بصر حياتك وبصر مستقبلك علشان خاطر حياتك تتحسن عندك خاتم الايام اللي جاي عند الخطوبة برج الجدي انت هيبقى فيه صلح بينك ما بين الشريك بينك ما بين حياتك بالكامل شايفة ان حياتك العاطفية الايام اللي جاي هيبقى فيها استقرار وكمان المادية انت حس انه فيه ببين كتيرة جدا متقفلة في وشك لا يا برج الجدي انت عندك اثبات وجود وعندك تحقيق حلم بإذن الله شايفة كمان ان انت تحت علاقتك مع برج الجوزاء بسبب التوتر وبسبب حيرة فبإذن الله هيكون عندك تحسن في بعض الامور شايفة كمان ربنا هيبارك لك في انطلاقات كتيرة حديثة في قضية في المحكمة القضية دي انت هتمتلك الحرية وهتحرر نفسك من علاقة سامة هتحرر نفسك من بعض الامور والتوتر عندك علاقة مع برج العقرب حصل توتر وحصل انفصال وانت حاسس ان انت متدايق وحاسس ان انت مخنوق الايام اللي جاي دي المحكمة دي هتكون خير ليك وهيبقى عندك امور هتتزبط باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله عايز اقولك كمان انت هيكون عندك شهرة حلوة جدا الشهرة دي هتكون خير لحياتك الحد المريض اللي في حياتك ده ربنا هيشفيه باذن الله الايام اللي جاية عشان هيكون فيه تجاوب هيكون فيه طاقات ايجابية هيكون فيه تحسن في جميع اوضاعك بفضل ربنا سبحانه الله بس فيه شخص عندك يا بورك الجدي كل ما تيجي تتكلم معاه بتلاقيه مش راضي يسمعك ولا راضي يقبل منك كلام ولا راضي ان هو حتى يتكلم معاك بطريقة كويسة وده طبعا انت عمل مأزي حاس ان انت مأزي وحاس ان انت مداي ومخنوع انت دايما حاس ان انت لوحدك رغم ان انت وسط مليون ناس دايما بتقول الحق حتى لو على رقبتك بس انت مطعون من قارب الناس ليك مطعون من غدر من خيانة بس فوضت امرك لله في واحدة ست بتتكلم عليك يا برج يا برج الجدي واحدة ست بتتكلم عليك في سمعتك بتتكلم عليك في حياتك مش سايبك في حالك دايما بتتكلم عليك بطريقة مش كويسة ست كده خبيسة ست كده مش كويسة خلي بالك من المشكلة اللي هتحصل بعد كام يوم هي مش هتكون مشكلة بس هتكون مواجهة مع حد المواجهة دي انت هتكون زعلان ان انت مكنش تتوقع يعني انت ممكن تتواجه بالطريقة دي بس عايز اقولك ان انت هتاخد حقك ثالث وامتلت بإذن الله كان عندك علاقة مع برج الميزان وقطعت العلاقة بسبب طرف ثالث بيتدخل انت دايما اهل الشريك مش سايبينك في حالك يا برج الجدي يعني انت مش عارف تلاقيها منين ولا منين ولا من اهل بيتك اللي ام اخواتك وامك واهلك ولا من اهل شريك حياتك اللي انت اخترتهم الفترة دي هتكون حلوة جدا علشان انت هتمتلك حاجات كتيرة جدا بفضل ربنا سبحان الله وتعالى الخير قادم ليك الخير قادم ليك الخير في رزق الحياتك خلي بالك من نفسك كويس جدا علشان خاطر تحصل على اللي انت عايزه وتبني مستقبلك بنفسك انت بتكتم حزنك وبتبين فرحك ليه يا برج الجدي ليه بتكتم فرحك ليه بتكتم حزنك وتبين فرحك زي ما بتكتم الحزن لازم تكتم الفرح لازم يا برج الجدي علشان خاطرهم حزدينك على فرحتك في طريق ربنا هينوره لك الايام اللي جاية الطريق ده هيكون حلو المشكلة اللي بالك مشغول بيها باذن الله هتتحل في دعاوة كتيرة جدا ليك يا برج الجدي وهتتحقق بفضل ربنا سبحان الله تعالى ربنا هينورك طريقك الايام اللي جاية وهيبقى عندك رزق مليء بالحظ والخير دايما انت بالك مشغول بصحتك بحياتك بخايف جدا من المستقبل وانا مش عايزك تخاف عندك سفر الايام اللي جاية فيه ورق هيتحقق الايام اللي جاية لما بتجي تنام بتحلم بكوابيس فانت لازم تحصل نفسك اول باول علشان خاطر انت مش محتاج كوابيس انت حاس ان حياتك كبوس فمش محتاج ضغط نفسي من الاخرين عليك الايام اللي جاية هتثبت معض المواضيع في حياتك ده مش كده وبس كمان ده انت جايلك فرصة حلوة جدا انت مستنيها الفرصة دي هتكون خير في حياتك وهيبقى عندك امور حلوة فيه شخصة هيجي لك وهيعتذر منك ممكن يجي ويعتذر منك بورك التور هيجي لك ويعتذر منك وانت اللي هتقرر اذا كنت تتكمل معاه ولا لا فيه ناس بتلعب على الطرفين يا بورك الجدي فخلي بالك ويكون حويه واحدة كبيرة هي عندك دايما بتدعي لك فانت خلي بالك من نفسك كويس جدا انت خايف من الواقع بسبب الاحلام اللي انت بتحلمها شايفة كمان ان اخر اربعة ايام في الشهر هتقف على ارض صلبة وهتقول اسطب انت بقالك سنين واسنين بتعاني يا بورك الجدي من اشخاص حواليك بتعاني من ضغط نفسي بتعاني من توتر انت زعلان وفي قلبك غدر وخيانة من المقربين ليه اخر اربعة ايام ده هتحقق حلمك وهتحقق طريق حلو جدا في حياتك باذن الله وشايفة كمان ان انت هيكون عندك رجوع لبعض الاشخاص علشان خاطر هيبقى فيه لم شمل وهيبقى فيه خطوبة جديدة فيه جواز جديد فيه علاقة جدية فيه دعم مادي دعم عاطفي باذن الله الصلح اللي هيحصل ده هيدخل عليك بالخير وبالسعادة وبالفرج انت هنا مستنى رسالة من بورج الكوس مستنى حاجة من بورج الكوس ان شاء الله باذن الله ربنا هيجمعكم مع بعض علشان بورج الكوس عنده خطوبة الايام الجاية وكمان بورج الجديد هيكون عنده خطوبة فان شاء الله باذن الله ربنا هيكمل لكم على خير بورج الجديد انت فيه حد معجب بيك فيه حد حابب يتكلم معاك بس خايف من ردد فعلك وصابر وخايف ان انت من التوتر ومن الحيرة فيه حد غامض فيه حد انت مش فهمه فيه حد عاملك طاق التوتر تعبان انا مش عايزك تنتظر اي حاجة من حد عايزك تبني نفسك بنفسك وتحقق حلمك بنفسك وتبني مستقبلك بالطريقة اللي انت عايزة وما تخليش اي حد يتدخل في حياتك اي حد يتكلم معاك باسلوب بس ممكن يدايقك فيه بطء عندك وفيه تردد يا بورج الجديد فيه بطء وفيه تردد من بعض العراقيل وبعض المشاكل اللي في حياتك فانت لازم تركز على هدفك وتركز على مستقبلك علشان الوضع هيتحسن الايام اللي جاية في حياتك بالكامل وهتحقق نجاح حلوة جدا باذن الله هتشتغل على نفسك هتشتغل على مستقبلك هتشتغل على الطاقات ايجابية في حياتك باذن الله بفضل ربنا سبحان الله وتعالى انت دايما هيبقى عندك تقدم لتقدم وهيبقى عندك امور عكس ما انت تتخيل عايزك تاخد بالك كويس جدا من بعض الضغط النفسي اللي انت فيه يعني خد بالك من صحتك انت عندك حاجات حلوة تحصل ايام اللي جاية زي ما هيكون فيه حاجات وحشة هيكون فيه حاجات حلوة وعلى قد ما داقت على قد ما فرجت يا برج الجدي ولازم تقمى يكون عندك ايمان بكده عندك اخت الشريك مش سايبك في حالك بتاعت توتر وبتاعت كده مشاكل وبتأذي كل الاشخاص بطريقة رهيبة انت دايما هنا عندك مشاكل مع الكولون كولون عصبي اوجع بجسمك من كتر السحر اللي بتعملك حس ان فيه مشاكل انت مش عارف تتخلص منها رجلك واجعك جدا يا برج الجدي وجسمك بالاخص الكامل ربنا هيحميك باذن الله من حاجات كتيرة جدا لو انت بتعاني من القارين بتعاني من السحر على اول تعليقها تلاقي قناة اختي فيها جميعا وعلاج السحر او اكتب تمه يوصلك فيديو علاج السحر عايز اقولك ان يوم عشرين ويوم خمستاشر دول هيكونوا ايام حلوة ان شاء الله بإذن الله في حياتك الفترة اللي جاي يا برج الجدي الجوزاء والميزان غدروا بيك وظلموه كمية الانتظار دي انت منتظر السفر علشان كرهت المكان اللي انت فيه وعايز تمشي منه يعني انت كرهت المكان اللي انت فيه ده وعايز تمشي منه خلاص بتقولهم انتوا ظلمتوني جيتوا علي حسبنا الله ونعمل وكيل فيكم فانت ما تقلقش يا برج الجدي عشان خاطر الايام اللي جاها فيها تحسن الست اللي دخلت بيتك خربت بيتك الست اللي دخلتها بيتك هي خربت ومن مجرد ما طلعت حسيت ان البيت اتخرب دايما حاسس بصداع بطريقة رهيبة ومش عارف تعمل ايه انت عندك حلم بيتردد معاك الحلم ده يا برج الجدي مخليك تعبان وخايف بطريقة رهيبة انت دايما بتحاول ان انت تقف على ارض سلبة وتثبت وجودك عندك امور فيها تقدم الايام اللي جاية انت هنا عندك يا برج الجدي ممكن يكون مولود جديد او شفاء مريض عندك كمان حد مسجون حد في خانقة حد في ديئة حد تعبان بطريقة رهيبة الحد ده باذن الله يكون عنده تقدم في الحياة ولو مسجون ربنا هيفك قربه لو مريض ربنا باذن الله هيشفيه وهيعافيه بس انت اقول امين يا برج الجدي حاول يا برج الجدي ان انت تحسن من حياتك الايام اللي جاية دايما بيتك حاسس انه فيه نملة كتير جدا بسبب الحسد وبسبب الضغط اللي انت فيه بالضغط اللي انت فيه ده مس سهل يا برج الجدي ضغط نفسي طريقة رهيبة توتر وحيرة مدخل نفسك فيها شايفة كمان ان انت هنا هيكون عندك تحصين بالنفس باذن الله وهتخلي بالك من بعض العلاقات اللي في حياتك اللي عاملالك توتر وعملالك ازمة مخليك متضايق ومخنوق وعندك ضغط نفسي بطريقة رهيبة التقدم قادم في حياتك بفضل ربنا سبحان الله وتعالى هيجي لك مبلغ هيجي لك دعوة مستجابة هيجي لك انطلاقات حلوة جدا هيجي لك تحصن باذن الله ووضعك هيبقى في منتهى الجمال بس انت دايما خلى عندك يقين بالله ان ربنا هيكرمك علشان فعلا ربنا هيكرمك من وسع يا برج الجدي برج الجدي انت هنا عندك انفراجة حلوة هتجي لك خلال كام يوم بالكتير هيبقى فيه انفراجة حلوة بس بلاش تكون عصب زيادة عن اللزوم بلاش فلقك يكون دايق حاول تستحمل الاخرين اللي قدامك هيبقى فيه كلام كتير جدا هتسمعوا الكلام ده انت هتزبط حاجات في حياتك بس انت مش عايزك تكون متدايق كده يا برج الجدي عايزك تطلع من اللي انت فيه بطريقة كويسة عشان توصل لحلمك هيكون عندك متابعة لحياتك باذن الله الفترة اللي جاية ده مش كده وبس كمان يا برج الجدي ده انت الايام اللي جاية هتطلع ناس ملهاش اي لازمة في حياتك ناس كده كانت بس عايشة علشان تازي فبالعكس هتطلعهم من حياتك وهتقف على الارض الصلبة اللي انت محتاج تقف عليها باذن الله الايام اللي جاية قوية جدا بالنسبة لك هتعمل لكل شخص في حياتك هتعمله كده ستوب مش هتخلي اي حد يتدخل زي الاول عندك رسالة من ربنا فيها سعادة وفيها تحقيق حلمك الفترة القادمة هتستقبل ايام جميلة من السعادة وربنا هيفرج همك وان شاء الله باذن الله يكون فيه مفاجأة جديدة في انتظارك هتتغير بعض الاوضاع هتتغير العتبة اللي انت فيها هتتغير شغلك هتغير حياتك بالكامل الابتسامة مش هتفارق وشك بامر الله باذن الله هيبقى فيه امل في حياتك هيبقى فيه سقة هيبقى فيه يقيم بالله هيبقى فيه دعوات كتيرة جدا مستجابة في حياتك بفضل ربنا سبحان الله وتعالى بس يا برج الجدي الشهر اللي جاي هكون شهر خير شهر رزق شهر فرحة بس بلاش تاخد اي قرار وانت متعصب وخلي بالك من شخص بيخدع فيك وناس حواليك دخلين حياتك من بقالهم مدة خينين وظلمين بس رسمين وش الملايكة خد حذرك منهم وبلاش اكتئاب اكتر من كده وحاول تطلع من الجو اللي انت فيه ده وبلاش تظلم نفسك بنفسك وانت زعلان على قراراتك الغلط بس ما تقلعش كل اللي انت فيه ده هيتحسن باذن الله وهتطلع من التقاطي السلبية اللي انت فيها دخلت نفسك فيها العين صيداك صيداك يا برج الجدي من اقرب مليك في عين مش راضي اتسيبك في حالك رشقالك في حياتك انت من كتر الضغط النفس اللي انت فيه دلوقتي مش بدأت تكون قاسي يعني بدأت تحسبها بطريقة مختلفة مش عايزك تتعامل الفترة اللي جاية دي خالص بنية صفية يا برج الجدي حاول تفهم الشخص اللي قدامك حاول تعرف هو عايز ايه يعني اعمل حدود بينك وبين الاشخاص اللي معاك عشان خاطر تبدأ تشتغل على نفسك عندك امور حلوة جدا عندك حظ الايام القديمة هيكون خير اسعد ايام حياتك جاية لك يا برج الجدي بس عايزك تخلي بالك منها وتعرف تحافظ عليها ومش كده وبس كمان ده انت تعرف تستغل لها صح علشان خاطر الضغط النفس اللي انت في ده مش سهل والصدمات اللي انت مريت بيها دي على المدى الطويل الفترة اللي خاتت ليك سنين شايل حملة ومسئولية وبتعافل ده برضو كله مش سهل فحاول تشتغل على نفسك واتحقق حلمك بذاتك وما تخليش اي حد يساعدك حلمك هيتحقق طول ما هو خير رزقك قادم منك فرحتك بين ايدك خطوبة زواج انطلاقات تغيير عطبة زرية صالحة انفراجات رجوع حق تحياتي لك يا برج الجدي اول تعليق هتلاقوا في فيديو كنات اختي اكتب تما لفيديو علاج السحب الكامل لكم يا برج